بيعمل ايه النصاب؟ ازاي بيبقى شخصية مبهرة؟ ازاي بيقدر يقنع ناس ليهوا القدر من التعليم؟ انا للأسف يعني انا عندي ضحايا هنا وضحايا هنا ناس جهلة وناس متعلمين وازاي بيخليهم هم اللي يقولوا مش هو اللي يسوق لنفسه واخر واحد بيسوق صح؟ صحيح عشان كده هو مش بيقنع ضحايا هي والضحية مقتنعة من قبل ما تروح له بمعنى دايما فيه دوافع نفسية بين النصاب وبين المنصوب عليه دوافع مشتركة يعني الاتنين عندهم جزء من السيكولوجيا الواحدة فيه تواحد بين الاتنين البناء النفس للنصاب مطابق في حاجات كثير جدا البناء النفس اللي منصوب عليه عشان كده هوت ما فيش جريمة نصاب غير ما يكون فيه واحد طماع يعني الطماع هو اللي بيروح له خد بال حضرتك مغير طيس بالضبط النصاب مش بيناء ضحايا النصاب بيعمل عمل مسرحي بيعمل الشو وبالتالي الناس هي اللي بتجيله ما بيبذلش مجهود عشان كده حتى حضرتك زخارة اسم المستريح المستريح دوت ده كان واحد لقبه المستريح من ساعتها اي نصابه واي حد بيعمل توظيف اموال 2015 كان بيقولوا عليه مستريح لا وفي حقيقة الامر مستريح بجد ده مستريح خالص مش عشان اسمه عشان هو مستريح هو ما بيعملش حاجة ما بيبذلش مجهود الناس هي اللي بتروح له اللي اتنين بيكون عندهم دوافع مشتركة بمعنى ده طماع وده طماع يعني النصاب طماع واللي بيتنصب عليه برضو طماع بدليل ان اللي بيتنصب عليه مش شايف ان الفلوس اللي هي الجنيه ما يجيبش عشرة طماع ولما تسأله طب انت عطلت له الفلوس ديه طب بيتجرف ايه يقول لك انا قلت بتجرف القصار ولا المخدرات عشان كده بتجيب فلوس كتير ويقول لك ببنوك حرامة النحية التانية ويقول لك بني انا ما تجيب ببنوك حرامة يعني حلال انك بتديله وانت عارف انه بتجرف المخدرات او بتقنع نفسك انه بتجرف المخدرات او الاثار او الممنوعات وحلال تدهمله وحرام تديه في البنوك انه بيقنع نفسه هو الطمع اللي عنده خلاه بغيبوبة حسية بيحجب احكام العقل مش شايف غير انه يحقق مقاربه الخاصة او يسد احتياجاته واحيانا كمان داي داكتور ما بيبقاش فقر حقيقي لانه في ناس ما بتبقاش فقيرة بالمعنى اللي احنا عارفينه وبتبقى على قدر كبير من انه هي مرتاحة مدين لكن عايزة تتكسب اكتر فبتلجأ للنصابين دول بالزبط وفي ناس كتير جدا بانمط الحياة الاستهلاكية واخدهم عندهمش يرضى عن الذات هو لو هو راضي بما يملك من اموال وبما يملك ان هو يحصل بها على دخل امن ليه بصورة امنة وراضي بدوت دا مش هيقع ضحية النصاب ولكن هو بيبقى عنده نمط الحياة الاستهلاكية واخده عاوز يغير الموبايل عاوز يغير العربية عاوز يجيب شليه في السحل الشمالي عاوز يسافر برا والسوشال ميديا بتعمل اغراءات كتير قوي في القرية دي فبتخليه سهل جدا ان يروح يدي النصاب عشان خاطر يمنوع اعتقد انه حاجيله دخل ما يكبر له حياته ومش فلوسه يوسع له حياته الاجتماعية ويخليه في عايش مستوى من الرفاهية فالتنين بيبقوا الاتنين طمعين ده نمرة واحد الاتنين عندهم حب التملك ولكن بقى بيفرق ان المنصوب عليه كسول شوية عن النصاب مش عاوز يبزل مجهود فبيديو له فلوس يشغلها له اما النصاب ده لأ ده بيعمل مجهود وبيفكر وبيخطط وبيعمل حوالي منه عشرة مستريحين بمعنى ايه النواة بيبدأ بنواة صغيرة النواة دي يديلها الفلوس مضعفة فيبتدوا هما يسوقوله من غير ما يطلب التسويق فيخلي مثلا حضرتك انا جالي مثلا المستريح دوت فراحت بالفلوس العطهالي ابتدى بيعدها بمراطي وخش على اخواتها اللي مستفرين برا طبعا بقى اه طبعا وبيع حتة الارض اللي انا ورسها يعني حقيقة انا تقصد للدكتور ان هو بيبتدي بناس معينة بيكسبهم بالفعل فالناس دي بتكون هما اللي بيعملوله دعاية دول اللي بيعملوا الدعاية دول اللي بيعملوا بروباجندة دول اللي بيسوقوا ويعودوا بقى يتكلموا بقى عن مقاثره وتدينه وطيبة قلبه ودايما بيصلي الوقت بوقته وحاج بيطلبه من هو صغير ان هو عنده سبع سنين ومعلق صورته جنب الكعبة يعني بتدوا هما يسوقوله بحيث يدوا طمقنينة للناس فالناس بتدي تطلع الفلوس وبعدين دايما النصاب اي نصاب في البيئة الشرقية بيلتحف بالدين اي ان كان شكل الدين يعني انا زمان عملت بحث عن شركات توظيف الاموال لقيت علاقة بين طول اللحية والتسعز بيبت الصلاة على الجبهة وبين الفلوس اللي بيحصلوا عليها يعني كل ما طاولت اللحية وكان وش خده منور ومفنجل وجميل كل ما النص اطمأن قلبها بتعطياله فلوس اكتر كمان ده بالواقع على الدراسات كنا طالبه وقتها بنعمل البحث دوت وعلى زي اللي بتاقينا فيه شركة واخده فلوس سيما قوي وشركة اقل شوية نتيجة ايه تسبت المنصوب عليه بقوة الايمان والدافع اللي بتقولك ده راجل طيب ناصبه باسم الدين وده جل باسم الدين ويمكن لانه فبيتجل باسم الدين احنا شعب بيميل انه بيتطمن اكتر لما بيشوف يعني بيحس بانه فيه حاجة دين في الموضوع فيه كلام ديني في الموضوع فبيتطمن بيدخل في الموضوع وبعدين تسأليه انت ليه ما حطتش في البنك يقولك البنك ريبة ده بيديني وانا ما بشتغلش طيب يا سيدي حطها في شركات اللي هي المشاعات الصغيرة المتوسط طيب ما هل بيوظف الأمور انت برضو بيديكن انتا ما بتشتغلش ما ها نفس القياس يعني ده بيديكن انتا ما بتشتغلش وده بيديكن انتا ما بتشتغلش طيب ايهم اأمن اللي انا قدي البنك عنده دراسات جدوى اقتصادية وعنده ناس بترائب الحسابات وعنده رقاب طيب تفسيرك ايه ده دكتور تفسيرك النفسي انه انا كبني ادم بستسهل انه اروح لل انا مش عارف بقى لسه انه نصاب اروح للمستريح اللي الناس بتروح له ده وكسبوا منه فلوس اكتر وما روحتش للبنك وما عملتش مجهود ما روحتش سألت على القرض ده احيانا الناس ما بيبقاش معها اصلا الفلوس اللي بتروح تديها للنصاب ده ده لو بيقترده من البنك ويروحوا يدولوا الفلوس علشان يتاجروا معاه الطمع الرغبة في الحصول على الطرق السريع المكسب من غير مجهود دي كلها امور بتخليه يجري ويسيب البنك بعض الناس بيبقى عندها روح المغامرة يعني انا اعرف ان اللي قدام مني ده ممكن يتنصب عليه لما مثلا انا بقى داخل فصل الشتاء كده ورايح البحر اشرب في انجان قهوة الاقي واحد نزل والموج عالي عنده روح المغامرة اللي عنده روح المغامرة ده تعرف سهل جدا هو ده اللي بيتنصب عليه فيغامر ما بيجريش ورا الامان بالمناسبة البنوك المصرية من البنوك القليلة على مستوى العالم اللي بتضمن للمودع فلوسه يعني فيه دول برة زي رومانيا على سبيل المثال البنك لو فلس ما تخدش فلوسك مصر لا مصر من ضمن الدول اللي من فلوسك موجودة موجودة ايا كان المتغيرات ان فيه بنك مركز يعمل لها سقف وعمل لها غطاء يعني هو يبقى شايف ده وبرده ما يحطش في البنك يبتدي يحط الواقع ورغم النظر الافتاة وضحت الفرق بين الربا وبين التعاملات البنكية وقالت اكتر من مر